السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه قبل أن نتمنى أن تشاركوا في ويردنا يعني الويرد الذي نفعله إلى ستة أشهور خمسة أشهور ثمانية أشهور نفعل ويرد جماعي هذا الويرد هو يوم السبت سنحققه إن شاء الله أتمنى منكم أن تشاركوا سنقرأ سورة البقرة خمس مرات كل وراء صلاة مرة واحدة يعني المقسم على خمس صلوات يوم السبت إن شاء الله اليوم سنتكلم عن الدعاء الميرناطيسي للقلوب هذا الدعاء من المجربة وهذه هي الخطة التي كنت أتكلم عليها من قبل التي تكلمت على في الفيديو السابق قل سأطرحها وهي خطة تهمل يعني خطة أنا جربتها وكتلشفت عادي من الأشياء سأقول منها أشياء وشياء لما أقولها خطة مغناطيسة للقلوب ركز معك أنا لا أقولك أن تجبد الناس يحبك الناس إذا حبك الله هو خير الدنيا الدنيا وما فيها يعني أحسن حبه هو حبه الله الدعاء المغناطيسي للقلوب الخطة هي أنك سيدنا سليمان عليه السلام بما كان يفعل يعني بعض الجنوبات الشياطين كانوا يعملون مع سيدنا سليمان عليه السلام هذا تتسمى بأحسن خطة وهي أنك تعمل بأعدائك من أجل أعداء آخرين هذه من أحسن خطة استراتيجية تطبق وهذه من أحسن استراتيجية هذه استراتيجية مجرب هذا الدعاء مجرب سترى في المنام يأتونك ناس وينقضونك يأتونك ناس وينقضونك يعني لا أطل عليكم الدعاء مجرب وعلك بالتجريب وسترى ماذا سيحدث ستقرأ سبع مرات في الصباح وسبع مرات وراء العشاء يوميا وسترى ماذا سيحدث وللشيخ محي الدين الشيخ محي الدين الوليغ أكبر دعاء مغناطيسي للجرب القوله سبع مرات في الصباح وسبع مرات وراء العشاء وهو جد 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 فعال جربوه وسترى ماذا سيحدث بإذن الله هذا كل شيء وتملكم الخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر